أبو الأزهرين يقول أب لديه ثمانية أولاد وهو لا يستطيع الاعتماد على نفسه وتكفل برعايته أحد الأبناء هل بقية الأبناء يعتبرون عقين لوالدهم عفواً؟ أم أنه يفترض أن يقوموا بالأدوار جميعاً برعايته حيث إن بعض الأبناء يسكنون في ولايات أخرى؟ لهم عليهم أن يتنافسوا في وصل أبيهم وفي البر به حتى وإن انتدب أحدهم نفسه للقيام بذلك فعليهم أن يستمروا في المحاولة وأن يسعوا إلى أن يصلوا أباهم بما يستطيعون كل حسب استطاعته فطالما أنهم لا يقصدون الهجران والعقوق ولا يريدون أيضاً أن يدخلوا العنة والمشق على إخوانهم الآخرين الذين يقومون ببر أبيهم فعسى أن يكونوا في سعة لكن لا ينبغي لهم أن يتركوا هذا الواجب بالكلية قد يكون أخوهم هذا الذي انتدب نفسه للقيام قد يكونوا متكلفاً لكنه يستحي أن يذكر لهم لعله ينتظر منهم المبادرة فلا ينبغي لهم أن يتأخروا بل الواجب عليهم أن يتنافسوا جميعاً في القيام بحقوق أبائهم وأمهاتهم